السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة مصطفى البارودي أريد أن أشكر جميع المتتبعين الأوفياء الذين يدعمون دائماً سنتحدث عن تفاقم الأزمة كل ساعة تأتي أخبار جديدة بعد خروج الوزير الخارجي المغرب ناصر بوريطا على قناة فرنسية وأكد على أن المغرب يقطع الاتصالات مع إسبانيا وهذا يبشر بتوتر العلاقات هذه سابقة في الحقيقة بعد خرجت وزير الخارجي الإسبانيا قالت بأن إسبانيا حد الآن مازال عندها أبواب مفتوحة مع المغرب حد الآن مازال عندها قناة الاتصال كالتصل مع المغرب ليس أنهم يسويوا الوضعية للهجرة والإبراهيم يعني يسويوا الأزمة عامةاً لكن الأكس خرج ناصر بوريطا وفي حال يفرش ذاك شي قال بأنه لا يمكن للاتصال لا ينوالوا يعني الحد الآن كنقولوا بأن المغرب غلق الاتصال مع إسبانيا إلى حين بأن إسبانيا تدير إجراءات فعلية على أرض الواقع تجاه إبراهيم غالي إذن الأمر يزداد وخطورة يزداد الأزمة كتزة التوتر خرج وزير الخارجي المغربي وتبت بأن المغرب لا يستطيع أن يكون حريص ودارك الدول تحت الأوروبي وعلى رأسهم إسبانيا المغرب في إطار الشراكة يعني يتعاون مع إسبانيا في إطار الشراكة والإرام كجيران أنه يقوم ذاك الدور لكن في أي وقت لا يستطيع أن يديره لا يستطيع أن يديره أنه غير ملزم به لأنه ليس خدمته يملك الهدف لأن خدمة طريقة هو خدمة جنود والعسكر حماية التراب الوطني وحماية الحدود الوطنية وليس حدود الدول أخري هذا ما جعله لفزير الخارجي المغربي والإخوان يجب أن تكون ضغط كبير عن إسبانيا هذا حقيقة هذا كان بالدتزال من الانتصارات الدولوماسية المغربية بأنها قامت وحضرت صفراء دول الدول التحاد الأوروبي بان المغرب غادي يتاجه نحو الدول للتحد الأوروبي وغادي يشرح لهم الحقيقة وغادي يوضح لهم فعلا بان وزير الخارجية مع ترسان الدبلوماسيين المغاربة وضحوا للأوروبيين بان الازمة هي ان استقبلات وحد الزعيم من تحت طاولة دخل مزور بوثائق مزورة دخل مستشفى بهوية مزورة يعني لا الدول دول تحد الأوروبي عارفها ولا المغرب عارفة يعني هذا امر غط على اسبانيا دول دول تحد الأوروبي كانت قل eine تقربة إلى وقفة مع المغرب كتعتبر راس itchy المغرب كتعتبر ان الاحقية عند مغرب اسبانيا عدم خطأ هذا الضغط يعني ownsدي الدول دول دول تحد الأوروبي الى اسبانيا زائد انا داخل الحكومة داخل هي ان كان وحد كن وحد الروينة كان واحد يعني ان وحد تخبط ما بين المعارضة وما بين الحكومة داخل الحكومة نفسها في حين باني شفنا وحد تصريحي النقدات وحد الجليدة اسبانية قالت بأن وزير الداخلية الإسباني أرفض وما كانش موافق على دخول إبراهيم غالي للتراب الإسباني وهذا تأكد في البرلمان يعني هنا في إسبانيا نشوفوا الإخوان حتى تصريحوا ورجع لكم نكملوا هذا الأمر هذا ونشوفوا الضغوط اللي كتعاني منها الحكومة الإسبانية يعني داخل البرلمان وداخل الأحزاب الأحزاب كاملة كتلهم في بيدر والسانجيل كتلهم في حكومة كتترجع لسبب ديال الأزمة وهذا المشكل كامل اللي وقع من المغرب كترجع للحكومة الإسبانية وتقول لهم لما دخلته دخلته يعني إبراهيم غالي زائد بأن زعيم أكبر يعني حزب معارض هنا في إسبانيا قال بأن السبب أو السبب الرئيسي في تأزم الوضع هو الحكومة الإسبانية هنا دخلت إبراهيم غالي وقال بأن حتى إسبانيا فقدت المكانة ديالها يعني مع الولايات المتحدة الإمريكية في حين بأن الحكومة الإسبانية تتصل بأمريكا مشانا توضح لها أو يعني التصال ديبلوماسي فبايدن يرفض يعني أنه يجاوب الحكومة الإسبانية يرفض بأنه يعني يجاوب على التصال ديالهم نخليكم الإخوان هذا جاء على لسان يعني يعني بابلو كاسادو على ما أظن الاسم دياله نشوفوا رجالي La actualidad manda Señor Sánchez, España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos de nuestra historia democrática Ayer le trasladé, le llamé para decirle que tiene nuestro apoyo para garantizar la soberanía nacional en Ceuta y en Melilla y la integridad territorial de nuestras fronteras y para ello le dije que debíamos reforzar las fuerzas policiales, las fuerzas armadas la coordinación con Europa y las relaciones con Marruecos Ceuta lleva 600 años siendo española y nuestros compatriotas allí no merecen esto Es la crónica de una crisis anunciada Llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del Gobierno desde hace años Empezó rompiendo la tradición de viajar primero a Marruecos no reaccionó ante la ocupación de aguas de Canarias ni al reconocimiento de Trump sobre el Sáhara y ocultó la llegada con documentación falsa de Gali La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados nos pasa factura Por eso Biden no le devuelve las llamadas cuando más falta nos hace Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique Y es que la mejor y la mejor manera de que no se despedida de la economía y el presidente de España Y le decía que hasta que no se despedida de Biden o Trump por la Comunidad del Métrón en el norte de la Comunidad del Métrón Espanía no se despedida de la Comunidad de España وكما تعرفون بأن الآن يوم على يوم يعني تزاد العلاقة الأمريكية المغربية تزاد وطادة وهذا يجعل بأن ديبلوماسيا في إسبانيا تزاد أنها تضعف أمام ديبلوماسيا المغربية ديبلوماسيا المغربية مستخدمة للورقة القانونية والدخل إسبانيا متهم بجرائم للتعذيب وهذا مرفوع عليه من طرف إسبانيا من طرف جمعية في كناريس كما قال وزير الخارجية المغربي يعني متهم بجرائم حرب بالتعذيب بالغتصاب وغتاسب إسبانيا ضمن ما قال وزير الخارجية البارح في القناة الفرنسية يعني هذا الدراج لهذا إبراهيم غالي متهم بعدة جرائم كبيرة وكبيرة بزاف علاش يعني ما يتمش تعامل ديبلوماسيا بطرق قانونية يعني المغرب بحقيقة وجه وجهه وشرح لدول الدين التحاد الأوروبي قد الأمر هذا اللي خلا بأنه يعني انتصرف ديبلوماسيا داخل دول الدين التحاد الأوروبي والدول بدغطها لإسبانيا في حين كما قلت لكم بأن خرجة وزيرة الخارجية بدلت اللهجة ديالها قبل كانت وحد للهجة يعني كانت كبير قاسحة من طرف وزيرة الخارجية الإسبانيا قلت بأن المغرب كيستفزنها بأن المغرب كيبيع في 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 الأطفال بأن المغرب بأن المغرب لكن جاء المغرب بشأنه يرد عليها داخل دول التحاد الأوروبي داخل القنوات الأوروبية داخل الرأي العام الأوروبي فأخدوا حتى عاطف كبير معند الدول الأوروبية وقال بأنه هو اللي عنده الحق زائد أنه شرح يعني الموضوع ديال الأزمة شكل ممكن كيفاش أنها تحل الأزمة فناصر بوريتا كان واضح وقال بأن الأزمة الحل شكل يدار الأزمة دارتها إسبانيا لستقبلها تتسيد بلاعلم دياله بلاعلم دياله بلاعلم دياله بلاعلم ديال الأتحار الأوروبي فهي الوحيدة التي ستقدر تحلها إلا كان يجوش خيارات الإخوان يعني ما كان الخيار الثالث كان الخيار الأول هو أن إبراهيم غالي كما قالت وزارة الخارجي بأنهم بعدما يخرج من المستشفى خاصة ويمشي القضاء هذا الأمر هذا هو الأمر يعني اللي إن شاء الله اللي قد يحل الأزمة نتمنوا بأنها تشي في إسبانيا وبأنها يعني دعم هذا القرار هذا بأن إبراهيم غالي يمتل أمام القضاء ويمتل أمام جرائم الليدار يتحقب عليها أقول له إلى خرج باريء يخرج باريء لكن الإخوان الطرح الثاني أو الحالة الثانية من الممكن بأنه يتم مغادرة للبلاد لأنه لا يوجد حكم قضائي كمنعون مغادرة إسبانيا يقدر في أي وقية تسمعوا بأن إبراهيم غالي رحوصل للجزائر إلا مشى للجزائر وزير خارجية قال بأن إلا مشى خرج إبراهيم غالي من التراب الإسباني فقطع العلاقات ما بين المغرب إسباني غدي يكون حتماً وغدي يكون حكمات على إسبانيا إسبانيا حكمت على هذا القرار بالتنفيذ وقرار قطع العلاقات نهائياً مع المغرب وهو حليف استراتيجي يعني إسبانيا طاحت في وحد الخطأ الدبلوماسي كبير 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 ستتخلص عليه غالي لأنه غالي مش إبراهيم غالي يعني كارو ستتخلصه كارو يعني هو هذا الأمر هذا لأنها طاحت في الخطأ الدبلوماسي مع المغرب للمغرب الآن تحت معوذية خارجية محنك اللي هو ناصر بوريطال اللي مجند جميع القوة الدبلوماسية دي المغرب متاجهة نحو هذا الميل في هذا أخذكم تعرفوا الإخوان إلا تم يعني أن إبراهيم غالي متل أمام القضاء الإسباني وتم محاكمته وتم الإدانة دياله لأنه كان أدلة كما تقول الجمعية لدعية كان أدلة كبيرة في التورة دياله في هذا الجرائم وهو جرائم كبيرة ليست سريقة ولا شيء جرائم ديال التعذيب ديال الاغتصاب ديال الإبادة الجامعية يعني سيخص المؤباد هنا سيكون عنده 21 عام له هذا هذا القرار هذا ما يعنيه شوك شخص يعني كذلك الجبهة المفصالية كاملة جبهة البوليزاري سيجب الدفن ديالها هنا في المحاكم ديال إسبانيا وهذا هو اللي ما بغتش إسبانيا إسبانيا سيجب تزيدها لهذا الميل فهذا طاحت فاد الفخت لكن الآن سيقرر أمام أمر الواقع هو أنه خسومت الأمام القضاء و سيتم الإدانة بهذه الجرائم للحرب بالتعذيب إلى آخره إذن كيفاش دولة سيكون عندها الوجهة كالدعي بأنها دولة ديموقراطية دولة حقوق الإنسان بأنها تدعم هذه الجبهة هذه اللي أكبر زعيم فيها متهم جرائم حرب والتعذيب وبالغتصاب إلى آخره إذن إن شاء الله للنجحات الدبلوماسية المغربية في أنها تتبت هذا الميل في هذا وتحطه على السكة يعني إسبانيا تعتقل علاقات المغربية إسبانيا وتخليها درجة هذه المثل الأمام القضاء سيكون المغرب يربح إسبانيا كذلك حتى هي ربحت يعني أنها اعتقلت العلاقة ما بين المغرب و إسبانيا أكد وزير الخارجي بأن هذا الموضوع هذا ما يمكنش مع المغرب سوف ما يمكنش المغرب التحاور معه قناة التي يصبح مصدودة حتى إسبانيا تدر شيء شيء فعلي يعني على شيء إجراء يعني جدي على الأرض زائد أنه قال بأن موضوع هذه للهجرة هذا موضوع فرعي خرج أو الانتج على أن إسبانيا ما تتعاملتش مع المغرب مزيان موفاتش بالاحترام ديالها و بالعقود ديالها و بالالتزامات ديال الشراكة و الصداقة وقال بأن كمات اتحاد الأوروبية و إسبانيا عند من الأولويات ديالها هو الأمن ديال أن المهاجرين مدخلوش كذلك المغرب ليس هذا الموضوع دياله وموضوع ديال المغرب الأولويه دياله ويعني الوحدة الترابية هو أن الزعيم ديالجبة القوليزالو تم معاقبة دياله يعني قانونيا في أي بلد يعني تحط له متهم جرائم يعني إبادة وقتل وحرب يعني متهم قانونيا ماشي شيء واحد جنزل له شيء فكأن القانون أنه يعني اللي كتابة هذه الأمور فنتمنى والإخوان تكون الأمور واضحة نتمنى بأننا نكونوا فدناكم في هذا الموضوع تحية لكم كان معكم سطرف الباراودي ما تتساوش الإخوان ندعموناك تأول مرة كتشوف الفيديو ما تتساوش أنك تتساوش في فعل الجرس خلينا كومنتر كنجاوب عليك بالشيء تحية لكم ومع السلامة